اهلا ومرحبا بكم هزا المشاهدين ونلتقيكم في حلقتين جديدة برنامجكم حديث عراقي مثلما تحدثنا في الحلقة السابقة الماضية عن ما حصل في فلسطين المحتلة عملية الطوفان الأقصى تحدثنا عن بيان حكومة السوداني وكيف تحدثت في بيان مملوء بالرياء والكذب والدجل والنفاق والتناقض عن حال الشعب الفلسطيني وعن حال فلسطين والعراق يمر في ظل حكمهم بأسوأ حال الشعب العراقي والبلد العراقي والوطن العراقي في هذه الحلقة نتحدث عن الجزء الأساسي الذي يرعى هذه الحكومة لشكل هذه الحكومة اللي هي ميليشيات الميليشيات أيضا وجدت في يعني ما حصل من طوفان الأقصى عملية طوفان الأقصى والمقاومة الفلسطينية فرصة لكي تحاول وهكذا تعتقد أن هذه الفرصة يمكن تعطيها فرصة أن تبيض وجهها أن تبدي وجها آخر تكذب به يعني مزور تحاول أن تخدع به الناس الحقيقة لذلك ظهرت بيانات من كل زعماء الميليشيات الحاكم العراق والمؤسسة للعملية السياسية الحامية للعملية السياسية والمؤسسة لحكوماتها البعض منهم على رئيسهم مقتدى دعا إلى مظاهرات مليونية وهذه كلمة المليونية يبدو أنهم مولعين بكلمة المليونية هذه الكلمة المضحكة مظاهرات مليونية وسمعناها كثيرا ويا ما دعوا إلى مظاهرات مليونية وأنت تنظر وترصد بكامرتك وتنظر بعينك وترى الأمور على حقيقتها ما تجد اللي حاضرين لا يزيدون عن عشرين ألف واحد وما يتحدثون عن مظاهرات مليونية عموما قد يسوقون هؤلاء الناس بطريقة أو بأخرى التعبير عن هذه الزفة الكاذبة هذه التظاهرة التي يعبرون بها عن كذبهم وعن رياءهم يعني ما معرف كيف نصف هذا الحال لأن أهل العراق يعرفون منذ عام 2003 لحد الآن كيف تتصرفت هذه القوى الميليشيوية بالذات مع الفلسطينيين ومع مفهوم الوطن الفلسطيني ومفهوم القضية الفلسطينية أولا تصرفوا مع الفلسطينيين في العراق تصرف يعني ربما التاريخ سيذكره بعروف بارزة أنهم كانوا عصابات للقتل والذبح بحق الفلسطينية هجروهم من كل أماكنهم وبالذات في البلديات في بغداد وغيرها من مناطق هجروهم واستباح دماؤهم وأرواحهم وأعراضهم ومتلكاتهم وقتلوا الكثير منهم ومثلوا بهم وهتفوا ضد فلسطين والقضية الفلسطينية واتهموا كل أنظمة السابقة جمهورية ملكية بغض النظر عن شكل النظام السابق شكل الأنظمة السابقة كلها من تأسيس الدولة العراقية عام 1921 لغاية 2003 لذات تهمها بأنها يعني انحازت للقضية القومية وتركت القضية العراقية ونحن ماننا علاقة واحنا يهم للقضية العراقية واحنا جاينا على مدر القضية العراقية هكذا كانوا يتحدثون في عام 2003 و2004 هكذا حديثهم ووجهت هذه الميليشيات ميليشيات مقتد الصدر وبدر وغيرها والحكيم كلهم ضد الفلسطينيون وطاردوهم في كل مكان وقتلوا الكثيرين منهم بشاعة ببشاعة ودفعوا بهم إلى الصحراء وكنا نذكر وأهل فلسطين يذكرون أن هؤلاء الفلسطينيين اللي كانوا في العراق منذ عام 1948 اللي ما أعطتهم أي حكومة لا بزمن الملكي ولا الجمهوري أعطتهم جنسيات لأنه كان القانون العراقي يقول أن هؤلاء سيعودون يوما ويجب أن يأخذوا الجنسية الفلسطينية تبقى الجنسية الفلسطينية لذلك لم يعطوهم الجنسية ولم يعطوهم حتى حق التملك لكن كانت لديهم بيوت يعني موجودة لديهم خصصة بيوت لهم في البلديات وغيرها واستطاعوا أن يعيشوا فيها بأمان وسلام مع الشعب العراقي وغالبيتهم ولدوا بالعراق كثير من عندهم ولدوا في العراق لا يعرفون حتى فلسطين هجروهم لمجرد أنهم فلسطينيين وكل العالم شهد أنهم ظلوا أو بقوا في صحراء الرمادي عند الحدود الأردنية لفترات طويلة واجهوا الخوف والرعب وقلة الغذاء وقلة ظروف بيئية وجوية من أسوأ ما يمكن أملاً في أن يمد لهم أحد يعني أي جهة تمد لهم يد العون وتنقذهم مما هم فيه وبالتالي جاءت الأمم المتحدة ونقلت أولى الفلسطينيين إلى أقاص الأرض بعيداً عن كل ما تعودوا عليه ذهبت بهم إلى البرازيل وإلى الأرجنتين وإلى المكسيك في أمريكا الجنوبية هذا ما فعلته الميليشيات الآن تتظاهر تظاهرة مليونية والكعب يطلعنه والمالكي والعامري ومعرف من هو وقيسر خزعلي ما عرف شي يقول كل هؤلاء يخرجون يعني ليتباهوا في حبهم بفلسطين وإخلاصهم لفلسطين ونحن جاهزين هالكذبة ما هذه الكذبة وتظاهرات ودعون للنصر أنتم لا تدعون لأحد أنتم جئتم لتفسدوا كل شيء والخراب كل شيء أن يغلق الأبواب على شعبه ويعاملها بالقتل والذبح والتهجير واللغة الطائفية ويستولي على مدنه وهي جرف الصخر وغيرها وغيرها استوليتوا عليها وهجرتوا أهلها والناس تفرج عليها وما يقدرون وفي أطراف بغداد هذه في حزام بغداد كل المدن والقرى هجرتوا أهلها وقتلتوهم وخدتوا مزارعهم وحرقتوهم في ديالة وغيرها وبالمدائن هذا كله من يفعل هذا هل سيكون حريصا على من يغلق الأبواب بالنار والحديد والقتل والذبح والدماء على العراقيين ويدعي أنه عراقي هل سيفتح الأبواب لتحرير القدس هذه نفس قضية الخميني من يقول طريق القدس يمر عبر بغداد كان يقولها في الحرب العراقية الإيرانية وطريق القدس يمر عبر النجف وبعد عشرين سنة مضت وإيران في العراق العراق ملك في إيران طيب وين هذا الطريق لماذا وسمونا يعني قوات قوات القدس لواء القدس ومعرف منه وسليماني يقود وينهم لماذا لم يذهبوا لتحرير القدس ما هي عشرين سنة مضت وانتم سيطرين على العراق والسوريا واليمن واللبنان ما تروحون تحررون القدس إذا صدق هذه الكذبة شنون الناس ترى بأعينها وترى بعقلها وبصيرتها وبصرها لا تسمع الكلام وتصدقه هكذا على عواهنه ما الناس تقارن بين حال وحال هذا الوضع يعني أنتوا تكذبون على العراقيين وتقولون يعني نحن جاهدنا وقاومنا أي مقاومة أي مقاومة أين جاهدتوا أنتوا فصال مقاومة لمن الأمريكان هؤلاء يعني عندما تسول علاقة بين أو هناك حساسية أو هناك ملفات بين أمريكا وإيران تبدأ بعض الميليشيات بقصف السفارة الإيرانية ومعرف منه المصالح الإيرانية عندما يسود الوئام بين أمريكا وإيران الأمريكان حبايقهم انتهت وتقاتلتم تحت مظلة الأمريكان هم من جاءوا بكم وهم من يرعونكم من البداية لحد الآن وهذه السفيرة الأمريكية في كل يوم تجلس معكم وواحد من رموزكم الكبيرة نوري المالك تجسوية والخز علي وغيرها وغيرها وأبو ألاء الولائي وهذا هو واقع الحال أنتم تنكرون واقع الحال ما هو هذا الوضع فبالتالي أنتم مجاهدين وين جاهدتوا يعني هذه الفصائل اللي سموهم مجاهدة أو مقاومة وين قاومتوا وين جاهدتوا المقاومين الحق فعلا قتلتوهم وحبستوهم واجرتوهم وتامتوهم بربع أرهاب وغالبيتهم بالسجون اللي بقى منهم حي ولن يخرج منه إلا ميتا هذا واقع الحال يعني أنتم أجرتوا الفلسطينيين ودمرتوهم وسلبتهم كل شيء والآن تتحدثون عن أنتم ستظاهرون وتعدون عدتكم لتأييد فلسطين والفلسطينيين والمجاهدين هذه نفس إيران نفس إيران تدعي أنها مخلصة لقضية فلسطين نفس الحديث تحاول أن توجه الأنظار حتى في هذه الآن في طوفان الأقصى توجه الأنظار بطريقة أو بأخرى أنها ليست وراءها هذا الظلم وقهر ودمار وتمييز أدى إلى الناس طقت أرواحها وبزعت وخرجوا حاملين سلاحهم ليقاتلوا ويعرفون أن النتيجة صعبة ويعرفون أن العدو قوي لكن هذا ما استطاع عليه صبرهم كرامتهم اتحملت هذا وضع حال لا إيران لا غير إيران أما هذه اللعبة الإعلامية وهذه الفقاعة الإعلامية هذه مردودة عليكم وعيب من المعيب جدا جدا أن تحاولوا تجدير قضية شريفة ووطنية وقومية بأسماءكم كذبة كبيرة هذه ولن يصدقها أحد لأنه من يظلم الشعب العراقي بهذه الطريقة ويمزقه ويمزق مجتمعه ويشيع الخراب والطائفية والسرقة والفساد والخراب والدمار لا يمكن أن يكون عونا للآخرين هذا واقع الحال ومن يقطع الطرق على الناس ويقتلهم ويهجرهم ويأخذ مدنهم ويستولي عليها لن يدافع عن مدن الآخرين لكي يعودوا أهلها لها الأرض أولا أنت عندما تدافع عن أرضك لأجل شعبك ذاك الوقت تقنعنا أنت تدافع عن أرض الآخرين لأجل شعوبها إذا كانت تربطك معهم دماء وقومية وفكرة وطنية هذا واقع الحال عدا هذا كل كذب وكل الدعاءات باطلة وقت هذه الحلقة قد انتهى أزل مشاهدي لا ترككم بخير وانتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستوجعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة